اهلا وسهلا فيكم من جديد. ازا قال لراد اليوم بدنا نتعلم مع بعض كيف نعمل شابوه للصبايا من عمر 13 وطلوع. اهم شغليكم معنا لقياسات تعيد القطر الدائرة لانه هالشابو رح نشتغلها من فوق للاسفل. لهيك بدنا نتعلم كيف نعمل اطبطة بعد ما بنعمل القطر. اول شغلة بدك اياسات القطر وطول البرنيطة. حسب انت قدي بدك طولة. اهم شغليكم معك القطر. اه عم نحكي اليوم على الصبايا يعني 16 سنتيمتر القطر. هيا هيدا جدول اياسات القطر الدائرة. موليد 9.5 سنتي. من 3 ل 6 شهور 11 سنتي. من 6 شهور لسنة 13 سنتي. ومن سنة لتلات سنوات 14 سنتيمتر. اما من 3 لعشر سنوات 15 سنتي. اما الصبايا 16 سنتي. سيدات 16.5 ورجال 17. هيك مكتوب بالجداول يلي بالانترنت. طبعا محيط الرأس ازا بتاخديه. وطولة للشابو كمان مش غلط. بتكون معك تماما كل القياسات الطائية او البرنيطة او الشابو يلي عم نحكي عنها. ما بدي اطول عليكم. بدنا ابرى رقم تلاتة. وخيطان يلي بيناسبوكن. بتكون بابيس تعليم ومقص. ابرى التنظيف. مزورة. متل العادي الادوات يلي بنستخدمها. بدي بلش مباشرة بعمل قطبة تسبيت او قطبة بداية. نشتغل خمس قطة بسنسال. بنسكرون بمنزلكو. لا يتكون دائرة صغيرة نشتغل عليها بداية الشابو. برجع بارتفع تلات قطبة بسنسال. كعمود اول. بعدين بدي اشتغل حداشر عمود ببرمي داخل الدائرة. خلصت احد عشر عمود تكون عندي اتناشر. مع اول تلاتة سناسل. هيون واحد اتنين تلاتة اربعة. خمسة ستة سبعة تمانة تسع عشرة احد عشر تناعش. مع اول تلاتة سناسل. بيجي بسكرهم منزلكو. مع اول تلات قطبة بسنسال هون. بنعد واحد اتنين تلاتة. نختمها بمنزلكو. برجع بارتفع تلات قطبة بسنسال. وبنفس المكان بعمل عمود. لا يتكون عندي عمودين داخل القطبة. بفوت بالقطبة اللي بعدها. كمان بعمل عمودين بالقطبة. وبستمر لنهاية السطر. من شان اتناشر عمود يصيروا اربع وعشرين عمود. خلصت العمود وصار عددون اربع وعشرين. بيجي عند تالت قطبة سنسال. كمان بعمل منزلكو. برجع بارتفع سطر التالت. كمان فيه تزايد. عم نعمل تزايد الدائرة. هلا بضوف لكم الفيديو اللي اتعلمنا فيه مخصوص كيف نعمل كطر الدائرة للشابو. من شان نختصر الوقت. برجع بارتفع ثلاث قطة بسنسال. بيجعل عمود يلي بعده بشتغل عمودين. بنفس القطبة. يلي بعده عمود واحد. ويلي بعده عمودين. هيدا تزايد السطر رقم اتنين. نحن بالسطر رقم ثلاثة بس بالتزايد رقم اتنين. لا تصير بها الشكل. كمان بكمل لنهاية السطر وبختم بمنزلكة. والسطر يلي بعده كمان رح بيكون تزايد. خلصت السطر التالت وباخر السطر بس اتعد العواميد. المفروض يكون معك ستة وتلاتين عمود. كمان بنوصل لعند اول قطب سنسال. نعمل منزلكة لنرتفع بسطر جديد. كمان السطر الرابع رح بيكون تزايد. نرتفع اول شي ثلاث قطب سنسال. بنفوت على القطبة التانية او العمود التانية. نشتغل عمود على العمود. هون كنا عم نعمل عمود وعمودين. فوق بدنا نعمل عمودين من فردين وعمودين داخل قطبة واحدة. يعني عمود عمود عمودين. كمان لنكمل تزايد. لنحصل على قطر الشابوية اللي بدنا يعني. يعني فيك تعاملية لاي اياس بدك. بس اهم شي ان تكون معك القطر. هي من بعد عمودين التزايد بدي اعمل عمود على عمود. كمان عمود على عمود. وبالقطبة رقم تلاتة عمودين بالقطبة الوحدة. لايتم تزايد تالت. بعد هون تزايد اتنان تلاتة. خلصت السطر الرابع والمفروض بنهايته يكون سرماية تمانية واربعين عمود ببرمج. بدي اختم الدائرة بمنزلكة. برجع بارتفع تلات قطع بسنسان. بشتغل على عمود يلي حدها عمود. كمان عمود. ليصيروا تلاتة عواميد من فردين بعدين بعمل تزايد. برجع بكرر طريقة التزايد. عمود اتنان تلاتة واتنان فرد عمود. لاحصل على هالشكل. كمان بكرر لنهاية السطر. تركتكم بالسطر رقم خمسة بس رجعت كفات ثلاثة اسطر لو صلت للقطر يلي بديها. كنت هوني انا واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة. رجعت عملت ثلاثة اسطر. وضلت اعمل تزايد لو صلت لقطر مناسب يناسب العمر يلي عم بشتغله. لصار لقياس ستة عشر سنتي. بس قبل ما كفي الشابو رح بعمل هيك موجز سريع على كيف اشتغلنا لحديث موصلنا للسطر رقم 8. اول شي عملت خمس قطة بسنسال وسكرتهم بمنزلكة. رجعت عملت ثلاثة قطة بسنسال وحد عشر عمود. لصار عنا اتناش. يعتبروا كلهم از اعتبرنا اول تلاتة اسناس العمود. اه رجعت بالسطر يلي بعده اشتغلت تزايد عمودين بالعمود. ويلي بعده عمود وعمودين. وبعدين عمودين منفردين وعمودين بقطبة وحدة تزايد. العمودين المنفردين بيصيروا ثلاثة. وبعدين بيصيروا اربعة. بعدين خمسة وبعدين ستة. لا اتوقف بالسطر هيدا لانه وصلت للقطر يلي بدي اياه. آآ بيصير معي بالاخير ستة وتسعين آآ عمود. يعني هون اتناش بينزادوا اتناش. بيرجعوا بينزادوا اتناش. اتناش يلي بالبداية هني يلي بيضلوا عم بيزيدوا معنا. لا يصير من بعد اتناش اربعة وعشرين ستة وتلاتين تمانية واربعين ستين اتنين وسبعين اربعة وتمانين ستة وتسعين. المفروض القطبة بتنقسم على تلاتة. يعني ازا وصلتي لهون ومش واصل معك رقم ينقسم على تلاتة بديك زيدي قطب او تنقصي قطب. لا يصيروا ينقسموا على تلاتة. هون رح بنبلش نعمل قطبة البرنايتة اللي عم نحكي عنا. هي عبارة عن اناطر. كتير بسيطة وسهلة بس شكلها حلو. بعد ما ختمنا السطر الرقم اتماني بدنا نرتفع بالسطر الرقم التسعة. رح بعمل قطبة سنسال وبعمل قطبة حشو مكاني. بدي بلش اترك من الاسفل تلاتة قطب سنسال. هاي واحد اتنين تلاتة او تلاتة عمود. هيدول هاي مبيني هون من السناسل. هاي سنسال اتنين تلاتة. هن هي رؤوس العواميد. يعني بدي اترك عمود اتنين تلاتة. واشتغل من فوق خمس قطب سنسال. لاتكون انطرة. واحد اتنين. تلاتة اربعة خمسة. بقفي واحد اتنين تلاتة وبفوت بالربعة. كمان ببلش بعمل حشو. بعمل واحد اتنين تلاتة عكل عمود حشو. برجع بكرر عمل خمس سناسل. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وبقفي من تحت تلاتة عواميد. واحد اتنين تلاتة. بشتغل بالرابع. حشو. واحد اتنين. تلاتة. بها الطريقة بكون عم بترك تلاتة ما بشتغل فيهم شي. وتلاتة عم بعمل فيهم حشو. بنهاية السطر بنعمل اخر خمس قطب سنسال. وبنقف من الاسفل تلات قطب. نعمل قطبة حشو. وكمان قطبة حده. ليصير اتنين حشو. ليوصلوا لاول قطبة عملناها. لانه بدي يصير عددون تلاتة حشو. نرجع بنفوت داخلها. نعمل منزلقة. بدي يفوت مباشرة داخل الفراغ واسحب قطبة سنسال. يعني منزلقة داخل الفراغ. بارتفع قطبتان سنسال. وببلش بعمل عمود ببرمة عدد ستة. واحد. اتنان. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. صار عنا قطبتان سنسال. ستة عمود ببرمة. بدي اعمل قطبة بريد. بيتكون عنا اول انطرة. برجع بفوت داخل قطبة الحشو الوسطانية. هني واحد اتنين تلاتة. بدي يفوت بالوسط. واعمل علي اطبت حشو. لتاخد هالشكل هيدا. برجع بعمل. باول انطرة هوني كمان لاقيها او بتاني انطرة. قطبت بريد. عم بجرب اشتغل عمهلة لا توضح امامكن. لهيك كتير بغلبيت. ارتفاع قطبتان السنسال هون هني ارتفاع البريد. برجع بعمل. ستة عمود ببرمة وبريد. هاي واحد اتنان. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. وبريد. كمان عند القطب الحشو التلاتة. بفوت بقفة اول وحدة. بفوت بالتاني. بعمل حشو. برجع بكمل بنفس الطريقة. بريد. ستة. عمود ببرمة. بريد. برجع بعمل حشو. ليتكون عندي ستة عشر انطرة. بس يخلص السطر اخر قطبت حشو. من بعدها بعمل منزلقة. مع اول قطبتان سنسال. واحد اتنين. بعمل داخلها منزلقة. برجع بمشي. ع قطبتان. كمان منزلقة. لوصل للوسط. لما بصير عند القطب يلي بالوسط. هني عددهم تلاتة. بارتفع قطبت سنسال. وبعمل حشو. مكاني. وحشو علي بعدها. وحشو علي بعدها. يعني ليسير عنا هون بوسط الانطرة هاي. تلاتة حشو. برجع بعمل خمس قطب سنسال. وبيجي عند الوسط هون كمان بعمل تلاتة حشو. بارتفع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. بيجي هون. في واحد اتنين تلاتة تاني انطرة. نعمل داخلهم حشو. يعني عم نكون سطر تاني من الاناطر. كمان. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. بنقفي اول قطبتان. بالتالتي بنبلش نعمل حشو. هي واخواتها اتنين. طبعا بنكمل لنهاية السطر. لنوصل لهون اللي الاول نعمل منزلكة. نرجع بنكرر سطر العواميد. مع اخر خمس قطب سنسال بدنا نعمل منزلكة. هون ببداية الحشو. برجع بمشي. منزلكة. لوصل لوسط القطب. يعني للحشو يلي بالنص. بارتفع قطبت سنسال وبعمل بنفس المكان حشو. لارجع اعمل بريد مباشرة داخل فراغ اسناسل. لكرر يلي عملته بالاسفل. بريد ستة عمود ببرمي وبريد. هاي بريد. واحد اتنان. تلاتة. اربعة خمسة ستة عمود ببرمي. كمان بريد. وحشو بوسط الحشو. قفي اول واحدة ما ننسى. عالوسط بعمل الحشو. برجع فوت داخل تاني انطرة او تاني سناسل وبكرر عمل القطبة. بعد ما كررت كل السطر وصلت لنهايته ختمت بمنزلقة مع اول اتبت حشو. رجعت مشيت بمنزلقة لوسط الاناطر. عملت تلاتة حشو. خمسة سنسال تلاتة حشو خمسة سنسال. كمان وصلت لنهاية السطر. بدي اعمل منزلقة مع اول حشو. كمان بمشي منزلقة للوسط. بارتفع قطبة سنسال. بعمل فيها حشو. وحدة بس. وبرجع ببلش بقطبة الاناطر. يلي هي بريد ستة عمود ببرمي بريد حشو. يعني بدل تكررها للقطبة. لحديث ما اوصل للطول يلي بيناسبني. متل ما شايفين القطبة بلشت اتقوص هيك. يعني اغدت شكلها الطبيعي للشابوه. ومهما زدته بالطول ما بتعرض ولا بتقل. يعني ما بتتزايد. بتضل بنفس العدد. كررت القطبة لوصلت للطول المناسب هيدي هيك الشابوه وصلت لشبين. برجع بتابع القطبة عادي. كمان بارتفع باخر شي بعد ما بعمل منزلقة. بعمل منزلقة عا اول قطبتان. بفوت لوسط الانطرة كمان برجع بعمل تلاتة حشو وخمسة سناسل. لارجع امشي سطر جديد بسناسل هول. بيجي هون هي قطبتان. وبعمل تلاتة حشو بكرر لنهاية السطر. ازا حسيتي انه كتير واسعة. اه فيك بدال الخمس قطب سنسل بتعمليهم اربعة. لاتضبع بعضا. وصلت للاخير بس اشتغلت اربعة سناسل مش خمسة. هي واحد اتنان تلاتة اربعة. بنقفة اتنان وبنعمل حشو. كمان اربعة سناسل. نجي عالبداية هون. بنعمل منزلكة. هيك الايتة افضل لانه اه بدتاخد محيط الرأس. صارت ضبع بعضا وشكلها احلى. وصلنا لاخر سطر بالطاقية مشان تضبع بعضا. وتعمل متل زنار عاخرة. بنرتفع قطبة سنسل وبنشتغل ع قطبة الحشو عمود ببرمة. كمان ع قطب الحشو يلي هون بنعمل ع كل واحدة عمود. قطب السناسل بدنا نشتغل ع كل قطبة عمود. وصلت لنهاية السطر وعملت منزلكة. كمان فينا نعمل شغلة او بنكفي متل ما هون سطر تاني. او بنوقف هون. وفيكوا تمشوا هيك ع كل قطبة بقطبتها بتعملوا متل منزلكة. بتصير متل قطبة سنسل ع طرفها. مشان تضلق اغضي شكلها وما هيك تعمل تروفروف من الاسفل. بقصدي بعد استخدام يعني. تاخد هالشكل. ان شاء الله تكون واضحة. كمان بوصل لنهاية. بعمل منزلكة. بقص الخطان وبنضف البقاية. وصلت لنهاية السطر. ضل سنسل او اتنان. هاي التاني. بسحبوا هيك بسحب الابرة. بيجي من اسفل القطبة. قطبة السنسل هاي اللي عم نشتغلها. لا اسحب القطبة تاعيتي اللي عم الاشتغل كنت فيها كانت بالابرة. شد هيك الخيطان لانه بدي نزلها من تحتها. فيكوا تعملوها بابرة التنضيف. المهم انه تصير القطبة للداخل. لياخد السطر شكله. يكون مرتب. نجي هون. نرجع بنحط الابرة بالقطبة. نعمل قطبة. هيك تسبيت. بنقص الخيطان وبنبلش انت دفوني ببريد التنضيف. هيك بتكون انتهت الشابو. اهم شي انه قبل ما نقص وننظف الخيطان نتأكد انها ياسر الراس مزبوط منشان ما تكون دايقة او واسعة. بعد ما بتخلص صار فينا نعمل لها وردة كاكسيسرس تنحط له او فيكوا تتركوها هيك متل ما هي او فيكوا تحطو بابيون. نرجع بنختار اللون يلي بيناسب الشابو ونبلش نعمل لها وردة لتصير حلية لقلة. بعمل قط بالتسبيت وخمس قطب سنسال. واحد اتنين تلاتة اربعة خمس. ازا بدك الدائرة تكون اوسع من الوسط بتكتري اسناسل. ما بدك بتكتفي بخمس سناسل. بنسكرة بمنزلكة. نرجع بنرتفع تلات قطب سنسال كارتفاع اول للعمود. برجع بعمل واحد اتنين تلاتة للفراغ. يعني ست سناسل. وعمود ببرمي داخل الدائرة. اي موديل وردي بدك تعمليه ممكن. يعني مش شرط هالوردي. تلاتة سناسل وعمود. وبضل بكرر تلاتة سناسل وعمود ببرمي ليصير عندي ست فراغات. تلاتة. يكسر عنا واحد اتنين تلاتة اربع فراغات. بعد بدنا تلاتة سناسل وعمود. صار خمس فراغات. وخلاص الفراغ الاخير بس بده تلاتة سناسل. نجمعون مع اول تلاتة. واحد اتنين تلاتة بنعمل منزلكة. تسكرت الدائرة وتكونوا الفراغات يلي بدنا اياهم. يلي بيتكون عليهم بتلات ورد. بارتفع اطبط سنسال وبعمل حشو. وبريد. وعمودين ببرمي. برجع برجوة. البريد. وحشو. اتكون اول بتل الوردة. برجع البتل التاني بكرر نفس الطريقة. بعمل حشو. وبريد. وعمودين ببرمي. بريد. حشو. راح تكرر عكل الفراغات. لا اوصل للاخير. بس اوصل لاخير بتلة. بدي اجي من خلف العمود هيك. برجع بعيدة. بنزل هيك للأسفل. وباخد هيك العمود. من الخلف. وبسحب قطبة منزلكة. ليثبت الشغل ورا. لانه بدي ارجع اعمل واحد اتنان تلاتة اربع سناسل. وروح على العمود يلي بعده. كمان من ورا عم بشتغلون. ايا. فيك تعمل حشو. ازا كنتي ما بتستحك متعمل منزلكة. بدي ارجع اكمل اربع سناسل. وعلى العمود يلي بعده. كمان منزلكة. برجع واحد اتنان تلاتة اربعة. كمان بحط الابرة على العمود يلي بعدها من الخلف. بسحب بها الشكل. اربعة سناسل. هي. ان شاء الله يكون واضح. هيك. لكمان يتكون عنا بالخلف فراغات. وصلت عند اول عمود. كمان بسحب منزلكة. ليتكون عنا بالخلف فراغات عددهم كمان ستة. هي واحد اتنان تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. برجع بارتفع قطبة سنسال. لانه بدي اعمل حشو بالفراغ التاني. اخر شي انا وصلت لهون. بعمل قطبة سنسال لفود باول فراغ. نعمل قطبة حشو. وبريد. واربع عمود ببرمي. هي واحد. اتنان. تلاتة. اربعة. برجع بعمل بريد. وحشو. بنفس الفراغ. تكونت اول فتلة بالصف التاني. بنفوت على الفراغ اللي بعده وبنكرر. حشو بريد. اربعة عمود ببرمي. بريد حشو. خلصه طبقتين. وفينا نكرر نفس الطريقة وقد ما بدنا بنعمل طبقات. ازا بدك الوردة تكبر اسرع فيك تستخدمي ابري اكبر. ساعتها بتكبر اسرع وبيصير اطرة من هاي. بنرجع بنجي من الخلف. كمان على العمود. نعمل منزلقة. نعمل خمس قطة بسنسال. كل ما بتزيدي سطر بتزود سناسل مشان تصير البتلة اوسع اطول بتطلع. تجي على العمود يلي بعده. كمان وبنكرر. طبعا هوني كنا عم نعمل اول واحدة عمودين ببرمي بالنص. يلي بعد عملنا اربعة هون بنعمل ستة. بس كله نفس الطريقة بنكرر. طبعا ما بننسى الحشو والبريد عم يكونوا معنا باولة وباخرة للبتلة. كررت الوردة اللي كنت عم بشتغل فيها بابرة رقم ثلاثة ورجعت كررتها بالابرة رقم اربعة. لانه لما بتكون الابرة اكبر مع خيطان كبار بتكبر بسرع الوردة. ما بتعوزي تعمل كتير طبقات. ومع هيك عملت اربع طبقات لتتناسب مع شكلها للشابو. بس نخلصها ونعمل اخر طبقة. طبعا وصلت انا لتمنع واميد بالوسط. بعد الحشو بريد. تمنع واميد بالوسط. اخر شي سحبت الخيطان من الخلف. ما بقصهم هيك يعني بترك لهم مجال. منشان بدي يسبتها بالابرة. آآ بس كمان بديك تكوني مختارة اكسسوريس تحطيهم داخلها. فيك هيك متل هيدا الزر. زاهر مسلا. او غير لون. ازا حبي تحطي غير لون. او نفس لون الوردة. متل ما انت بتحبي. آآ كمان فينا نستخدم شغلات تانيين. هوني انا هيك بحطفز وهيك آآ اكسسورات. متل الزرار. متل الوليات البيض. متل هيدول آآ متل استراس. يلي بدك ياه فيك تحطي. ساعتها او بتلزقيها بالسيليكون او بتخيطيها بابروخات. اهم شي بالبداية نقص خيطان الوردة ونترك لها مجال لانه بدنا نسبتها. نسحبها هيك من الخلف. طبعا ما ببلش نسبتها. بتختاري المكان يلي بدك تحطيها فيه بتنتبهي الامام الخلف ومن وين بداية الشغل ونهايته بتنتبهي. بدك ياه عجنب. بتحطيها للوردة بتبلش تسبتية. بقطب بسيطة. ما بده كتير يعني هي شت بس انه مشان تثبت ما تقبع. فيك آآ بقطب مخفية يعني مسلا هون هيدولي يلي بالوسط مخفيين. بتجي بتفوتي من داخل البرنيطة. من داخل القطبة. بتطلعي من الوردة. وبتصير بتبرمي هيك. بيختفي الخيطان ما بيبينه. لانه بنفس لون الوردة. ها الميلي تسبتت. صرت بقلب الدائرة. من هون تسبتت. هي. قطب بسيطة ما كتير بتبين. كمان فيني ارجع ابرم حوالين الدائرة. طبعا برمت وفتت بالابرة بالشغل من الاسفل. يعني نسبتها. اكترنا بنعرف كيف. برجع بيجي على الامام هيدول. كمان ببرم. حواليا عم بسحب من الاسفل لفوق. من الشابو من تحت لقلب الوردة. فينا من الخلف. كلها نسبتها. فينا اللزقة بسيليكونية اللي بتكون هيك سبتت من هون ومن هون. بس ضل هون ما تسبتش. لهيك بنرجع بنروح بالمخفي. من الاسفل. بقلب القطب. لنوصل نرجع للدائرة. كمان هيك. هنا نترك سطر ونعمل سطر. يعني هون تسبتت هاي ونترك هالسطر. نسبت هاي ونترك هالسطر. خلو بنسبت هاي. ترجمة نانسي قنقر. يا سبتة الوردة لو وقفناها هيك للشابو ما بتقشط عنا لأنا خلاص سبتت فيها. كمان لما محط الاكسسورة اللي بالوسط كمان بتسبتها. بدك ببقية الخيط ترجع بتفوتي. هيك بشكل مخفي داخلي. وسبتي قد ما فيك. هاي عالطرفها. اخرة لهاي. فينا نجي هيك. هي تحت فراغ. نحاول نوصل لشقفة من الشابو. لانه كمان الشابوء لها فراغات. هيك. نصد بيت الخيطان ومنخفيا. لهم بنكون وصلنا لنهاية لقاءنا لليوم. بتمنى تكون الشابوء كانت هيني عليكم وتكونوا حبيتوها. بتمنى لكم جميع عن التوفيق. بدي اشكركم كتير ع دعمكم دائم لالي. والله معكم. ترجمة نانسي قنقر